موسيقى كل أحد عندنا موعد مع روبا مشربش وآخر الأبحاث بالتغذية وصحتنا اليوم رح يكون معنا ثلاثة أبحاث كتير بهموا صحتنا وصحت أكيد اللي موجودين معنا بالبيت صباح الخير روبا أهلا رندا أهلا وسهلا فيك أهلا كيفك أنت تمام يعني أبحاث كتير مهمة وتجارب هي أكثرها خلينا نبدأ بالتجربة اللي بحس إنه كتير ناس بهمهم شو أفضل إشي الواحد يتناولوا بعد التمرين الرياضية هذه التجربة كانت كتير محددة لإيش الوجب الواحد يأخذها بعد الرياضة فرزب هل منعرف إحنا خلال رندا تمرين الرياضيين بفقدوا كمية كبيرة من السوائل ومع هالسوائل اللي أنا بكون في عنا تعرق بفقدوا كمية كتير كبيرة من الأملاح فدايما بيحكون إنه بعد التمرين لازم نعوض السوائل والأملاح اللي إحنا منفقدها فبهاي التجربة أو بهاي الدراسة جربوا يعطوا حليب خالي من الدسم وجربوا يعطوا مي سادة وجربوا يعطوا مشروب طاقة بتعرفي مشروبات الطاقة كتير من تشري وكتير فيه أشخاص حتى بيشربوها كتير من الأطفال كمان أو المراهقين بكميات كتير كبيرة فطبعا شافوا بعد ساعات من التمرين بعد ما شربوا هاي السوائل كل مجموعة شربتنا من السوائل كيف عم بكون في عنا تعويد هاي السوائل كمية البول اللي عم بخرجها يعني بعد التمرين لأنه بدنا كمان أشياء تعود سوائل ما يكون فيه إدرار كتير كبير للبول هلقهوة أزبط شير إحنا بنعمل رياضة من فئة سوائل عن طريق التعرق وأملاح بالزبط إحنا بدنا إشي يعود الأملاح والسوائل بالزبط يعني مش إشي يكون مدير للبول لا ما بدنا إشي يكون مدير للبول يعني ما بفضل تشربي قهوة بعد التمرين ولا تشربي شاي بدك تعوضي سوائل وهي الأشياء حتى قبل التمرين ما يفضل قهوة وشاي عشان ما تضطر إنه تكوني بدك تروح على الحمام خلال التمرين يعني بدك تكوني مرتاحة خاصة إذا عم نحكي عم مباريات كبيرة وغيرها أوكي أوكي فجربوا الحليب الخالي الدسم وجربوا مي سادة بدون ولا إشي هلأ بنحكي ليش مي سادة وجربوا كمان يعطوا قلنا المشروب الطاقة أوكي بالضبط فوجدوا إنه أفضل مشروب كان بيساعد على منع الجفاف في تعويض السوائل والأملاح كان هو الحليب الخالي الدسم وهذا بدعم كتير دراسات قبل لأنه إحنا دائما بنحكي بعد التمرين بدنا ناخد إشي فيه نشويات وإشي فيه بروتين أوكي ولازم نعوض السوائل والأملاح الموجودة فالحليب مصدر للنشويات في عنا سكر لاكتوز يعني سكريات بسيطة وفي عنا بروتين بالحليب كاست البروتين تقريبا فيها 8 جرام من البروتين كاست الحليب 8 جرام 8 جرام من البروتين وكمان نعوض الأملاح فأنا دائما أصلا بحكي للأشخاص اللي بتمرنوا كتير حلو بعد التمرين يا تاخد حليب خالي الدسم إذا عندك أنت لاكتوز انتولرنس أو حساسية من الحليب تتضايق منه رفخات فيه الحليب الخالي الدسم أو منذروا على لبن يعني لبن شراب أو إذا كان يعني تعرق كتير كبير أو التمرين تحت أشعة الشمس وكتير عم تفقد أملاح ممكن ناخد حتى مشروب الشنينة أوكي أوكي وبل المباريات الطويلة كتير يعني مثلا فيه تمارين جريب وكون ركض لساعات طويلة مش غلط لما ناخد الماينة نحط فيها شوية ملح وشوية سكر أوكي بهاي الطريقة ممكن نعوض الأملاح اللي إحنا منخسرها وكمان شوية السكريات عشان تعطينا ندفة الطاقة ها إذا كانت تمارين كتير طويلة هلا المشروب الطاقة ما بفضل بعد التمرين لأن مشروبات الطاقة أغلبها فيها كفين زي المشروب الغازي عشان هيك هي بتصحصح هي عبارة عن سكريات مع ملكيهات مع كفين بيأطي طاقة فهاي المشروبات مدرة للبول فلا إحنا منعوض سوائل وناخد نعوض الأملاح اللي منخسرها والماي؟ لا الماي كتير منيحها بس إذا عم ناخد زي ما حكيت قبل إذا كان في عنا تحت حرارة كتير عالية التمرين كان بالشمس بالصيف كذا مش غلط إنه أولى ساعات طويلة مع الماي اللي منشربها خلال فترة التمرين يكون شوية ملح فيها ندفل صغيرة عشان عادة لما نفقد بتتعرق سوائل وهيك الواحد بيفقد أملاح برضو بتأثر علينا في كتير مرات بيقولوا إنه قبل التمرين يعني هاته كان إشي كتير شائع ما ناكل قبل بساعتين ولا بعد بساعتين عشان نستفيد من حرق السعرات الحرارية شو الألم فيها؟ هلا هاي وكتير فيه بنات وسيدات بقعوا بهاي المشكلة لأنه بصفي إذا بدنا ساعتين قبل التمرين إحنا مش مكلين وبدك ساعتين كمان بعد التمرين مش مكلين بصفي فيه أربع ساعات وكتير فيه من السيدات خاصة اللي عم بعملوا رجيم بوقعوا فيه مشكلة كتير صحية إنه بصير فيه عنا كمية كتير قليلة من السعرات اللي ما عم بيأخدوها هلا هم بيقولوا لك ليش قبل الساعتين من التمرين ما ناكل ليش؟ لأنه إذا أنت ماكل كمية كتير كبيرة من الأكل ما رح تكوني مرتاحة خلال التمرين خاصة إذا عندك مباراة وهيك فيفضل تاكلي الوجبة قبل ساعتين ونص ساعتين من التمرين هذا ممتاز ويفضل ما ناكل صح قبل التمرين هلا ليش بقولوا لك ما تاكلي بعد التمرين بساعتين هلا عادة إذا أنت مش مكلة بصير فيه عنا حرق للدهون لأنه أنت عملتي مجهود بدني كتير كبير والجسم بده طاقة فرح يضطر يأخدها من الدهون فبتظلها عملية الحرق شغالة ولكن هاي بتأذي كتير أشخاص خاصة إذا اللي عم بيعملوا رجيم لأنه بصفي كمية السعرات كتير قليلة فبالعكس إحنا عشان نبني العضلة ناخد سعرات يعني ناخد نظام غذائي قليل بالسعرات الحرارية منوزعه بوجبات يفضل ناخد وجبة مباشرة بعد التمرين عشان نعود اللي هو مخزون النشويات الموجودة في العضل وموجودة في الكبد وما بيأثر إذا كانت يعني ما بيأثر إذا أخدنا الوجبة مباشرة إذا كان مجموعة السعرات الحرارية اللي أخدناها خلال النهار قليلة وشبة خفيفة يعني سناك منحكي؟ آه ممكن بعد التمرين يعني حبة فواكه أو هيك؟ بالضبط على حسب كيفين ممكن تاخذي زي ما حكينا لبن أو حليب ممكن ناخد تمر ممكن ناخد موزة عشان كمان ما يصير عنا حالات هبوط السكر لأنه كتير فيه ناس بعملوا هاي الأشي وكتير فيه مدربين بنصحوا بهذا الأشي إنه بعد التمرين عشان تظلك تحرق سعرات بس معظم الناس ما بعرفوا شو نظام حياتهم شو أكلوا هدول خلال النهار مش صحي أبدا خلينا نقول في عنا واحدة كتير مهمة للأطفال إذا مزيد لهم ملح سكر أو دهون هاي بس خلينا نيجي لحصوة الكيلة أوكي كانت عم تحكي في تجربة إن عملات لأكتر المشروبات مهمة أو منيحة لتساعد بالتخلص أو عدم تكون حصوة الكيلة حصوة الكيلة أوكي هلأ نعرف إن الحصوات إحنا في عنا رنتة عدة أنواع من الحصوات هلأ أكتر نوع حصوة من سميها الكالسيوم أكزاليت يعني 80% من الحصوات اللي بتصير عند الأشخاص إذا كانت بالكيلة إذا كانت بالبول هي متكونة من إشي من سميه كالسيوم أكزاليت أكزاليت عبارة عن مادة موجودة في الغذاء والكالسيوم أكيد موجود في غذائنا فكتير دراسات أشاروا وبالعلم إنه إحنا لازم ناخد مشروبات غنية بمادة السيتريت وهاي موجودة في الحمضيات أوكي يعني عصير اللمون كتير مفيد أو عصرة اللمون على الماء كتير مفيد للأشخاص اللي عندهم حصوات يعني بتساعد على التخلص من الحصوات أوكي هلأ هاي الدراسة شو عملوا فيها جابوا عصير تفاح وعصير بردآن وعصير غريب فروت وعطوهم لأشخاص لسيداتهم وشافوا أثر تكون الحصوات عندهم يعني أدي تكلس الحصوات وحدوث التكلسات بتصير أوكي وهاي التجربة درسوها لمدة يعني عملوا أسبوع من الزمن وشافوا أديش أثر تكون الحصوات هلأ ليش ركزوا على غريب فروت لأنه في كتير الدراسات سابقة أنه بتحكي أنه أوكي لازم إحنا ناخد حمضيات لأنها فيها مادة الستريت اللي بتساعد على عدم تكون الحصوة ولكن في بعض الدراسات السابقة أشارت أنه غريب فروت ممكن ما يكون مفيد للأشخاص اللي عندهم حصوة أوكي بس هاي غريب فروت بحث ذاته بالضبط وما كانوا عارفين شو السبب أوكي بس معظم الدراسات السابقة كانت عن دراسات تعطي علاقات ما كانت تجربة أوكي هال الدراسة أثبت أنه لا ما فيه أي مشكلة بالغريب فروت ولا البردان بالعكس هم بفيدوا في موضوع التخلص من حصوات الكلة لأنه فيها قلنا زي ما حكينا الحمضيات فيها مادة الستريت بس ننبه أنه الغريب فروت كتير بتضرب مع أدوية فدايما إذا عم ناخد أي أدوية إذا كان الشخص اللي عنده حصوة عنده مشاكل صحية بياخد أي أدوية لازم يستشير طبيبه أو صيدلاني إنه هال الغريب فروت بتضرب مع هاي الأدوية ولا لا بس هاي دراسة أثبتت إنه ما فيه أي مشكلة من عصير لغريب فروت أو البردان لتأثيره على الحصوة إذن هون تمام غريب فروت ممتاز نيجي لها طعام الأطفال أنا هاي دراسة كتير حبيتها إنه كتير مرات منضيف إحنا سكر لأكل الأطفال أو مليح أو دهون بزبط خلينا نشوف هاي الدراسة شو فرجت هاي الدراسة كتير حلوة هي دراسة أجريات في روضة بحضانة لأطفال من عمر سنتين لثلاث سنين أوكي طعموهم ثلاث أنواع من الأغذية بتلاث مرات كانوا يغيروا نسب الملح ونسب السكر ونسب الدهنيات لكل وجبة؟ بالزبط يعني نفس الوجبة؟ نفس الوجبة السكر زيادة مرة بدون سكر؟ بالزبط أوكي هلا عملوا قدموا سناك وجبة خفيفة اللي هو مهروس الفواكه مرة بدون سكر مرة ورفعوا كميات السكر وشارفوا وما كانوا يخصبوا الأطفال أن هم يأكلوا كانوا يعطوهم الأكل بموعد الأكل بموسمة يعني بوقت ما هم بيأكلوا وهم بيأكلوا لحالهم كانوا الهدف منها نشوف أنه الولد بيتقبلوا أو بيحبوا أكتر لما يكون أحلى ما زبط لأنه نحن ممكن نضيف هاي الأشياء عشان يصير أسكن شجع الصفل بالزبط يعني كثير أمهات مثلا تلقائيا بتضيف سكر على الحليب أو بتضيف سكر على الفواكه أو بتضيف ملح على البشار خلص لأنه هي متعودة على هذا الاشي بيخلص دماغيا لا تلقائيا تحكي إنه عشان الطفل يحبها صح صح بس هاي دراسة يعني كتير حلوة خاصة للأمهات أوكي فهذا حطوا للفواكه بعدين أدموا الوجبات كانوا يقدموا معكروني وفصولية خضرة هلا عملوها مرة بنسبة دهن كتير قليلة وبعدين صاروا يزيدوا كمية الدهن كانوا يستخدموا زبدة فيها أوكي ويشوفوا شو تقبل الطفل لإلها وآخر إشي اللي هي الملح الملح على الماكروني والملح على الخضار بدون كمية بسيطة وكتيرة هلا شو لاحظوا إنه الأطفال لما كانوا يتقدم لهم الفواكه كانت بسكر أو بدون سكر كان الطفل يتقبلها وما عندهم أي مشكلة حتى بحلوها الطبيعية بالضبط بحلوها الطبيعية فإحنا ما في داعي يعني إذا عم نعمل سلطة فواكه بدنا نضيف سكر على السرب بدنا مثلا عم نعمل كوكتيل يعني دايما نعود طفلنا إنه نقدم بدون سكريات إذا ما في داعي نضيف له نحن السكر وعطيه حسارات حرارية زيادة لأنه رح يتقبلها زي ما هي بالضبط وهاي من المعلومات الغذائية الدامة منشجع عليها نخفف سكر وميلي حدوهن أوكي هلا مرات لما نيجي على أطفال عمر 8 سنين وعشر سنين بقولك ما بتقبل إلا بسكر ما قومت بتكونوا معاودينه أصلا بسكر حسب كيف يتعوض بالضبط فهون أخدين عمر أطفال صغيرة يعني سنتين ثلاثة لسنة مالح ويتعوضوا كتير هلا أدموا زي ما حكينا الماكرونة والخضرة بدون دهون مع دهون الدهون ما أسر يعني ما في داعي نقدم لأطفالنا أكل فيه سمنة وزبدة وكميات دهون ما أسر أبدا فهذا إيش كتير منية الماكرونة بين ملح ومن غير ملح ما تأثرت بس الخضار اللي شوية تأثرت يمكن الخضار أنه حبوها بشوية ملح أكتر أوكي فممكن بهاي طريقة نقدم خضار تانية نعود الأطفال أنه إحنا ما نضيف ملح لأنه الملح من الأشياء الخطيرة للأطفال وما بيصير نعودهم عليهم بس من ناحية السكر والدهنيات ما كان في عنا أي أثر سلبيا أنه رفض من الأطفال أنه يتناولوها أو لا هلأ هو مظبوط أنه التذوق عند الطفل حسب هو كيف بيتعود بالزبط لأنه في عنا لنش بتضرولي الأشياء اللي احنا متعودين عليه أكيد آآ آآ يعني مثلا مرات أنت بتشرب الحليب بسكر في أمها تخلص ثلاث لقائية من عمر صغير بيكسيروا أقل من سنة حطوا سكر على الحليب بعد أنه الطفل بتقبلوا بدون سكر فأنت إيش بتعود الطفل بتعود هو وهاي منلاحظها دائما بالعائلات بتلاقي إحزي العائلات إذا الأب والأم والعائلة مثلا بيأكلوا كتير تشبس بيأكلوا كتير أملاح أكلهم دسم إيش منعود الطفل بيصير صح فإحنا دائما التغيير لازم يبدأ منا ونعودهم على الإشيين اللي بدون وعشان ما يتعودوا عليه إنه بكميات كتير كبيرة من جهون وسكر وأملاح كتير حلو إذن اليوم استفدنا أنه أحسن وشبة بعد تمرين رياضية هي كاسة الحليب لجريب فروت مليح زي وزي باقية الحنضيات لحصوة الكلاب والأطفال مش ضروري تزيدوا لهم سكر ودهون يمكن شوية ملاحة الخضار أو أوكي أو نعودهم بدون خضار كمان بدون ملاحة بدون ملاحة يتعود شكرا شكرا للمتابعتكم ما تنسوا تعملوا شير وسبسكرايب ليوصلكم كل جديد شكرا